قال يسوع أنا والآب واحد فتناول اليهود أيضا حجارة ليرجمه أجابهم يسوع أعمالا كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي بسبب أي عمل منها ترجمونني أجابه اليهود وقائلين لسنا نرجمك لأجل عمل حسن بل لأجل تجديف فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها أجاب يسوع أليس مكتوبا في ناموسكم أنا قلت إنكم آلهة إن قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله ولا يمكن أن ينقض المكتوب فالذي قدسه لاحظ الكلام فالذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم أتقلون إنك تجدف لأني قلت إني ابن الله يعني ابن الله معادل أو المشابهة المعادلة الإلهية يعني ما أخذش هذا الشيء بدون أي استحقاظ إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمن به ولكن إن كنت أعمل فإن لم تؤمن به فآمن بالأعمال لكي تعرفوا مرة تانية لكي تعرفوا وتؤمنوا أن الآب فيه وأنا فيه هللويا العهد القديم مئات وألاف من السنين تنبأوا عن ألوهية المسيح وعندما رأوا المسيح وأعبر عن هذه الآيات هل نناقض المكتوب أحبائي لأنه لا يتطابق مع عقليتي كيف أنا درسوني بترجاك بالنهاية بترجاك ببوس إيديك ورجليك اقرأ الكتاب المقدس الرب يباركك ترجمة نانسي قنقر